تخيلوا برونو سافيو لعب النادي الاهلي البرازيلي كان موجوده على فكرة في قايمة مباراة امبارع بعد غياب طويل جد في ناس بتقول انه وكلة بتوعه عرضينه على النادي الزمالك عرضينه على النادي الزمالك وبيقوله انها هتبقى صفقة انتقال حر وملكوش دعوه بالاهلي احنا هنصفق امورنا مع النادي الاهلي واول ما يطلع خبر زي ده او يبتدي تطلع ملامح زي ده تعرف انه علاقته بالاهلي بتقترب من النهاية برونو سافيو ولو انه دايما مقتنع انه في القورة فيه مدغيرات كتير يعني ممكن سافيو ده يلعب ماتش اتنين يتقلق جدا يعني وده حصل وعندنا امثلة حتى في الموسم ده حيث ان الشحات وياصر ابراهيم ورمي ربيعة وكهربة يعني فيه لعيبة حتى من النجوم دلوقتي في الاهلي كان لغاية وقته قريب ممكن ناس تتكاهن انه ممكن ما تكملش مع النادي الاهلي فممكن تلاقي برونو سافيو العماتشين تلاتة يتقلق جدا حتى بيرسي تاو يعني لغاية 6 شهور فياتو ناس بتقول هو بيرسي تاوما كم من الليمة على الاهلي كان يمشي دلوقتي الاهلي بيفكر يمدله سنة كمان وعادوا انتهي في نادي الموسم اللي جاي لكن الوكلة بتوعوا بيعرضو على وكلة بيعرضو على نادي الزمالك وانا اعتقد الصفقة تبقى صعبة لانه في الاخر عشان تدفع فلوس كتير في لعيب انت حاسيت انه ما فاتش النادي الاهلي صعب جدا انه الزمالك يضمه لكن في كلام انه برضو انه في البعض عرضين على نادي الزمالك اللعيب الكنغولي لليبو اللي هو مهاجم نادي الهلال السوداني لكن الهلال طالب رقم كبير جدا اللي هو مليون ونص المليون دولار على فكرة نجوم الزمالك اللي تقلقت زي بن شرقي مثلا كان ب300 ألف دولار بن شرقي ده يعني مش لازم الصفقة تبقى ب2 مليون دولار و5 مليون دولار و3 مليون دولار الا لو انت واسق وله علامات واضحة لكل الناس انه متقلق جدا او نجم النجوم الدوري في بلده ويعني زي بنقول كده للأهل عجب موليكة ده بتاع مزامبي اللي هو دلوقتي بالعب في تركيا ولا 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 انما لما تجيب لعيب زي اللي بو ممكن تلاقي في لعبة كتير اقل وتفيد نادي الزمالك اكتر خلال الفترة القادمة